اكتسبت العلاقات التشادية المجرية زقما بفضل افتتاح احد جديد من التعاون والتبادل في كافة المجالات وآليات التشاور السنائية التي زادت مؤخرا هل ستجع هذه الزيارة نتيجة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء المجري فيكتور اربان لرئيس الجمهورية رأس الدولة محمد دريس ديبيت نو وبعد زيارة بكين بجمهورية الصين الشعبية التي شارق فيها رئيس الجمهورية بفعالية في عمال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الافريقي فوقك وصل رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد دريس ديبيت نو مساء السبت الثابع سبتمبر 2024 إلى بودابيست العاصمة المجرية وذلك في إطار زيارة رسمية ويعتبر رئيس الجمهورية أول رئيس شادي يزور دولة المجر منذ استغلال شاد وقد اكتملت كل الإجراءات في مطار فرينيك ليست الدولي لاستقبال رئيس الجمهورية حطت الطائرة التي على متنها رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد دريس ديبيت نو والوفد المرافق له في مطار فرينيك ليست الدولي لبودابيست في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لبودابيست العاصمة المجرية حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله وزير الزراعة المجرية السيد استفان ناجي والقائم بأعمال السفارة المجرية لدى تشات السيد جابر سيسيك وبعض كبار المسؤولين المجرين الذين جاءوا لاستقبال رئيس الجمهورية ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد كبير يضم عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأقبل الاستقبال والترحيب المميز الذي حظي به رئيس الجمهورية محمد دريس ديبيت نو قادر الموكب الرئاسي مطار فرينيك ليست الدولي متجها إلى قلب المدينة حيث مقر إقامة رئيس الجمهورية ويتضمن برنامج زيارة رئيس الجمهورية محمد دريس ديبيت نو إلى بودابست إقامة حفل أسكري يليق بفخامته في التاسع سبتمبر الفين أربعة وعشرين كما سيؤقت رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء المجري فيتر أربان لقاءا سنائيا يتبعه التوقيع على اتفاقيات تعاون وشراكة استراتيجية بين البلدين يلي ذلك القيام بزيارة للبرلمان المجري وأخيرا معدوبة عشاء يقيمها رئيس الوزراء لضيفه الزائر وللتسكير فإن دولة المجر المعروفة سابقا بهنغاريا هي دولة خير ساهلية تقى على حوض الكاربات في وسط القارة الأوروبية